السؤال اللي بعد كده بيقول زوجتي كانت تجري أشعاعات للأطمئنان بعد أن منى الله سبحانه وتعالى عليها بالشفاء من مرض عضال ونظرت إن جاءت النتائج جيدة أن تزبح عجلاً وكانت تنوي أن يكون في مسخة رأسها سؤالي هل يمكن التبرع بثمن العجل إلى مؤسسات خيرية ليتولوا عمليات الزبح والإعداد والتوزيع نيابة عنها حسب بي قالت ايه احنا عندنا قاعدة كده في النزر مأخوذة من الوقف احنا عندنا قاعدة في الوقف بتقول ايه شرط الواقف كنص الشارع في الإلزام كذلك النزر مرهون بما أراده النازر النازر يعني ايه هي قالت ايه قالت نادر علي لو أن النتائج تطلع قررت تلعت كويسة لا تتبع حجل لو قالت أتبع حجل يبقى لازم تتبع حجل لأن هي اللي شرطت على نفسها أصلاً ما قلت ليش على ذلك أصل النازر أصلاً في كثير من مداب الفقهاء النازر أصلاً أصلاً النازر أصلاً بينشأ مكروهاً يعني وكأن الشرع يقول لك لا تنذر يبقى تصدق بس ما تعملش نازر فلما تعمل النازر بيتحول إلى صدقة وإيه اللي حاصل وببساطة خالص أن النازر ده اللي تحول إلى صدقة بيبقى واجب فعشان أنت لو جبت ده على نفسك بالراعي أنت قلت إيه فهي لو قالت نادر علي لو أن النتائج تلعت صحيحة أن أنا أتبع حجل يبقى لازم تتبع العجل السؤال بقى هل إذا وكلت حد يتبع عنها هيكون تصرف صحيح؟ آه هيكون تصرف صحيح بس لازم يتوكل ولازم هي تتبع إلا إذا كانت هي أصداً أن هي تتبع من نفسها فهينا مش هينفع أن أنت توزع الفلوس يعني تستبدل العجل بفلوس أو تستبدل العجل بلحم لازم يبقى فيه دبح إذا هي شرطت على نفسها ده لكن لو ما شرطتش على نفسها ده وقالت نادر علي لا أوزع لحم لله كده آه لو راح تتديتها لحد ووزع لحم أو هي وزعت لحم خلاص لكن لو شرطت أن هي تتبع لازم يبقى فيه دبح لو شرطت أن هي تتبع يبقى لازم يبقى فيه دبح لأن هي اللي شرطت على نفسها واللي شرطته على نفسها لازم تعمله